قانون قدسية محافظة كربلاء الذي أقرته حكومتها المحلية في وقت سابق لا يزال يثير جدلا واسعا لدى الشارع الكربلائي حيث شهدت المدينة تجمعات ووقفات احتجاجية تطالب بتفعيله ومنع إقامة الحفلات والمناسبات أو تجاوز الخطوط الحمراء التي تمس قدسيتها كربلاء مقدسة وسابقا نستثفر بأن الحكومة المحلية أصدرت قرارا وقانون يقول بالحفاظ على قدسية كربلاء وعدم الإساءة لهذه القدسية طبعا فإحنا اليوم نقف لتفعيل هذا القانون جهات تدفع المجتمع الإسلامي العراقي المتدين بطبعا إلى عملية تمييع لبعض المبادئ والخطوط الحمراء لديه لذلك كان لزاما أن تكون هناك وقفة جادة من قبل أصحاب الشأن والمتخصصين وفي المقابل يرى ناشطون ومتخصصون بالشأن القانوني أن تشريع أي قانون يكون عن طريق البرلمان حصرا ويجب أن لا يتعارض مع الدستور الذي كفل الحريات الشخصية شريطة أن لا يتجاوز الضوء العام مع الأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على هوية المدينة الدينية مبينين أن هناك جهاز سياسية ودينية تحاول استغلال هذا الأمر لمصالحها الشخصية في وقت تعيش فيه المدينة أزمات ومشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية لا تعد ولا تحصى القانون تشرع من نجس النواب حصرا والأساس في تشريع القانون لا يتعارض مع الدستور ومع باب الحريات ومع قوانين النافذة في العراق القدسية لا تقيد فقط بهذه المظاهر والقدسية تتقيد بعد موجود مخدرات القدسية توجد بمنع القتل والاغتيالات التي تحدث داخل مدينة القدسية تتحدد بعد موجود هذه الآلاف من الجوعة الآلاف من العاطلين عن العمل الخدمات المختفية الأحياء العشوائية القدسية باحترام كرامة الإنسان أما القدسية المقصود بها في ونديد كربلا فأنا أعتقد أنهم مصانع كون كربلا لا تضم لاهي ولا تضم راقص ولا تضم بارات كل اللي يحدث الآن هو مزايدات سياسية هذه الإجراءات وهذا السعي وراء من قبل بعض الجهات الدينية هذا السعي وراء موضوع التأكيد على موضوع بين قوسيا قدسية محافظة كربلا وانتهاك قدسية محافظة كربلا وهذا التضخيم الإعلامي الطائفي حقيقة في ضرر كبير للحراءات العامة والخاصة نعم هناك لا نقبل بالتجاوز على النظام العام وعلى الذوق العام وعلى هوية المدينة المحافظة على هويتها ونرفض أي ممارسات ربما تسئل هذه الهوية الدينية والهوية الاجتماعية والنظام الاجتماعي ككل لكن أي ممارسات أو احتفالات أو تجمعات اللي ليست من شأنها لخلال بالأمن العام أو النظام العام أو بالذوق العام ولا تسئل لهوية المدينة فتكون مرحب بهوية مكفولة دستوريا وقانونيا ويبقى الجدل قائما عما يثار حاليا بالمدينة بشأن تفعيل قانون قوسية كربلا الذي صوت عليه مجلس المحافظة الأسبق عام 2012 خصوصا أن هناك من يخشى أن يستغل هذا القانون بانتهاك الحريات الشخصية وتغييدها في المستقبل القريب من كربلا طارق طارق خفاجي قناة الرشيد الفلاية